موسيقى بتعرفوا أحبائي المسيح شخصية مميزة كان المسيح بيتحرك بالإرادة الإلهية وكان دايما يعني مثلا في أي مكان بروح كان بيتبع أجندة الآب كان بيتبع أجندة الرب وبتعرفوا لما راح مثلا للسامرة مهتمش بالضغوطات السياسية أو العنصرية الدينية اللي كانت موجودة في تلك الأيام ثم راح للأمم للمرأة الكنعانية لم يبالشوا الناس كانت بتفكر في تلك الأيام كان عنده غرض واحد وحيد أن يمجد الله يتحرك بالإرادة الإلهية وكان بيمشي يسير كما قال عن نفسه طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله فالمسيح أحبائي في كل تحركاته كان حازم كان حاسم كان سيد كل المواقف لم يتغير لم يغير فكره لم يناقد نفسه كل كلام اتكلموا يسوع المسيح تم لما قال أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف لما علم عن المحبة أحب الخطاء لما علم عن الغفران سامح لصالبيه لما اتكلم عن القيامة قال أنا هو القيامة أقام الموتى وعندما قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي فإذا مش مجرد أقوال ولا شعارات مكتوبة فنحن العرب نفتخر بالشعارات ونفتخر باللغة ونفتخر بالأقوال وجبتنا آلاف السنين لورا لأنه الكلام لا بيزيد ولا بينقص ولا بيعمل أي شيء كلام المسيح قوة خارقة كلام المسيح بيغير كلام المسيح كان يجري المعجزات كلام المسيح كان يعزي كلام المسيح كان يلمس النفوس الجائعة والعطشاني والنفوس المحتاجة والنفوس المتألمة لم يغير فكره في كل شيء كان فعلا سيد المواقف